تمام كده طيب يلا السؤال اللي بعده يا دكتور السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من فضلك بنتي عندها سنتين وبتبكي جامد عشان اشيلها وباباها رافض من فضلك ايه الطريقة الامثل للتعامل طيب طفل عندها سنتين بتعيض جامد عشان تتشهل الاب برافض ده السؤال لحقيقة الطريقة الامثل للتعامل هو مبنية على معلومة وهي مدى قدرة هذه الطفلة على المشي يعني الطفلة دي بتعرف تمشي ولا لأ طيب الطفلة بتعرف تمشي طب في مساحات الطفلة تمشي فيها ما هو فيه اغلب البيوت اغلب بيوتنا مكدسة الحقيقة بالعفش مكدسة بقطع الاساس كرسي كبيرة وعفش ونيش ومش عارف ايه وحاجات كده فتلاقي الطفل يعيني الصغير ده مش عارف يمشي عارفين المصطلح بتاع اللي بيسوق يقولك بياخد غرس كده واساي طفل بقى فممكن يبقى مش عارف يمشي اصلا وده بينعكس عليه فيما يعرف بالتجارب السابقة يعني ممكن الطفل هو بيحاول يمشي يكون اتخابط واحنا مشوفناهوش احنا شوفناه بس عارف كده وبيعيط بس ما نعرفش يعيني انه اتخابط تمام كمان هل الموضوع ده داخل البيت وخارج البيت يعني الطفلة دي عايز تتشال بس بره البيت ولا تتشال كمان جوه البيت الحقيقة اجمالا رأي الاب صح يعني رأي الاب انه انتي ما تشيليهاش لكن يجب تطبيقه من غير تشدد ومن غير تعنيف يعني ما لا انا قلت ان انتي مش هتتشال لا ده غلط خلاص احنا لازم احنا اللي نشجع الطفلة على المشي جربي كده حضريك تمسكي ايديها وانتي تمشي يلا نروح يلا نروح نجيب الحاجة الفلانية سواء حضرتك كأب او حضرتك كأم يعني زي ما بيقوله ايه خدوها بالمحيلة تمام لكن في حال عدم قدرة الطفلة دي على المشي حتى لو احنا مسكين ايديها او متسندة وهي في العمر ده لابد من المراجعة الطبية يعني لازم هنا الدكتور يشوفها تمام طيب